السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم إن نحمدك ونستعين بك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلع من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم نور علينا أفهامنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين أهلا وسهلا بكم أبناءنا وبناتنا طلاب المعاهد الأزهارية في القسم الإعدادي وخاصة الصف الأول الإعدادي الأزهري نلتقي بكم على خير دائما ومع تدريبات عامة على مادة أصول الدين أبنائي وبناتي من تابعنا في الحلقات الماضية يجد أننا أفردنا لكل فرع من فروع أصول الدين حلقة في تدريسها وفي توضيح معانيها من فرع التوحيد العقيدة الإسلامية وما فيه من أحكام شرعية وأمور عقيدية لا بد للمسلم أن يتعلمها وأن يعتقدها ثم فرع التفسير وهو تفسير آيات الله الكريم ثم بعد ذلك أخذنا فرع آخر وهو فرع الحديث النبوي الشريف ثم كان الفرع الأخير من هذه المادة الكريمة وهو فرع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك بإجاز مختصر وتفصيل وتوضيح لبعض الكلمات التي وردت في هذا المنهج وهذه المادة الكريمة اليوم إن شاء الله نقوم بتدريبات شاملة على مادة التوحيد ومادة السيرة النبوية ثم حلقة أخرى أيضا على مراجعة وتدريبات عامة على مادة التفسير والحديث هيا بنا أبنائي وبناتي نأخذ تدريبات عامة على مادة التوحيد أولا التوحيد نأخذ أول سؤال منه يقول تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس سأضع لك سؤالا ثم أضع لك بعض الإختيارات لتختار منها إجابة صحيحة السؤال يقول موضوع علم التوحيد هو ذات الله يعني موضوعات علم التوحيد تدور حول ذات الله فقط أو ذات رسله فقط أو السمعيات وهي الأمور الغيبيات التي بينا ووضحنا في الحلقات أثناء شرحنا لمادة العقيدة أو الإختيار الرابع جميع ما سبق طبعا الإجابة الصحيحة وهي جميع ما سبق وهو كل ما ورد في هذا السؤال هو يختص بعلم التوحيد ذات الله من حيث ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى وذات رسل من حيث أيضا ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقهم عليهم السلام ثم الأمور السمعيات وهي الأمور الغيبية التي غابت عنها من الجنة والنار والصراط والميزان وسؤال القبر وما فيه ونعيمه وعذابه وغير ذلك من الأمور التي غابت عنها نعم علم التوحيد يختص بكل هذا السؤال التالي مباحث علم التوحيد التي يعني درسناها هذا العام في الصف الأول الإعدادي كانت مبحثان أم كانت ثلاثة مباحث أم خمسة مباحث نعم الإجابة الصحيحة كانت ثلاثة مباحث وهي التي يعني وضحناها من الاعتقاد بذات الله ووحدانيته ثم تكلمنا عن بعض ما جاء في حق رسله ثم السمعيات التي إن شاء الله نتدرسها في الحلقات القادمة بإذن الله السؤال التالي أيضا في علم التوحيد ضع علامة صح أو علامة خطأ مع التصويب يعني هنصوب العلامات الخطأ السؤال الأول من فوائد علم التوحيد معرفة العقائد الإيمانية معرفة صحيحة هل هذه فائدة تعلمناها في حلقاتنا الماضية ودراستنا العلم التوحيد نعم هذه إجابة صحيحة معرفة العقائد الإيمانية معرفة صحيحة من الفوائد التي تعلمناها في علم التوحيد سؤال آخر علم التوحيد ليس له سوى هذا الإسم يعني هذا علم التوحيد أو علم العقيدة هو له اسم واحد وهو علم التوحيد هل هذه الكلام أو هذه الجملة صحيح أم خطأ نعم الإجابة خطأ لأن علم التوحيد له أسماء كثيرة ذكرنا بعضها يسمى علم الفقه الأكبر وعلم العقيدة وعلم التوحيد وعلم الكلام وغير ذلك من الأسماء المشهورة لهذا العلم العقدي وهو علم التوحيد الله عز وجل وبيان ما فيه من أحكام فهذا السؤال خطأ لأن علم التوحيد له أكثر من اسم مراجعة أخرى لدراسة علم التوحيد فرض عين على كل مسلم هل هي فرض عين أم هي فرض كفاية نعم الإجابة صحيحة لأن المسلم حتى يكون مسلم لا بد أن يعتقد بكل ما ورد في الأمور العقيدية التي ليست فيها جدال ولا محل اجتهاد توحيد الله عز وجل والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره هذه أمور عقيدية لا جدال فيها ولا نقاش فيها فهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة طبعا معرفة الله واجبة على المكلفين هل هي واجبة أم هي جائزة أم هي مستحيلة الإجابة أنها صحيحة وأنها واجبة على كل المكلفين لابد لكل مكلف وهبه الله عز وجل عقلا يفكر به ويستخدمه أن يصل بهذا العقل الذي وهبه الله به إلى معرفة الله عز وجل فهي واجبة على كل المكلفين سؤال آخر المستحيل العقلي هو ما لا يصدق العقل بوجوده المستحيل العقلي هو ما لا يصدق العقل بوجوده نعم هذه إجابة صحيحة تكلمنا أبنائي وبناتي في حلقات الواجبات العقلية والجائزات العقلية والممكنات أن الحكم العقلي التكليفي ينقسم إلى سلاسة أقسام وقلنا أن الحكم العقلي إما يحكم العقل بالوجوب على شيء أو يحكم العقل بالاستحالة على شيء أو يحكم بجوازه أو يعني إمكانه يعني تارى يحدث وتارى يعني لا يحدث فهذا هو الحكم العقلي أي شيء يحدث في الوجود العقل هناك ثلاثة اختيارات له إما يقول أن هذا الشيء واجب الوجود مثل وجود الله عز وجل فهذا العقل يحكم بوجوبه لأنه الكون لا يسير بدون إله فلابد كل عقل راشد يعقل ما هي وجوده في هذا الكون أن يعلم أن هذا الكون إلها يسيره وأنه خلق الإنسان والله عز وجل قادر على بعثه وحسابه وإدخاله جنة أو إدخاله نار فهذا ما يقتضيه العقل أن يحكم العقل البشري حكما عقليا بوجوب وجود الله عز وجل هذا من حيث الحكم العقلي الواجب هناك أيضا الحكم العقلي من حيث الاستحالة استحالة أن يكون لله عز وجل شريكا استحالة أن يخلو الكون من وجود إله استحالة أن يكون هناك شريك لله عز وجل فهذا العقل لا يحكم بذلك فهذا مستحيل في العقل البشري حتى لو نظرنا إلى الأمور البشرية التي تدور حولنا لو قلت لك أن الولد أكبر من أبيه الولد أكبر من أبيه هل هذا العقل يقبل ذلك؟ هل هذا الحكم يقبله عقل؟ هذا طبعا شيء مستحيل لأن العقل يحكم أن الوالد أكبر من ولده فلو قال لك إنسان أن الولد أكبر من أبيه تقول هذا شيء مستحيل لأن هذا من مستحيلات العقل إذن هذا الحكم الثاني الحكم الواجب ثم الحكم المستحيل العقلي ثم الحكم الثالث وهو تار يكون وتار لا يكون ممكن أنا أكون موجود الآن وممكن بعد فترة لا أكون موجود ممكن تكون أنت موجود في الدنيا أو موجود في عالم الآخرة وممكن تكون أنت عدم وممكن تكون موجود هذه أمور جائزة ممكن تكون طالب ممكن تكون غير طالب مهندس دكتور هذه أمور جائزات تحدث في الكون الله عز وجل يحدثها ليعلم الإنسان أن الحياة الدنيا متقلبة وأن الحياة الدنيا لها نهاية فهذا يسمى الجائز والعالم كله أبنائي وبناتي من عرشي إلى فرشي إلى سمائه إلى أرضه كل ذلك يسمى جائز يعني جائز يعني ممكن الوجود وممكن الفناء ممكن أن يكون موجودا وممكن أن يكون معدوما فهذه الأحكام العقلية أبنائي وبناتي حكم واجب الوجود وحكم مستحيل الوجود ثم الثالث وهو أمر جائز عقلي تارى يوجد وتارى لا يوجد يعني العقل يقبل ذلك هذا ما أردت تفصيله وتوضيحه في هذه المسألة لأنك إذا كنت بهذه التدريبات والمراجعة لدرس الحكم الشرعي تجد هذا الكلام موضحا ومفصلا بالأمثلة ومن يراجح حلقاتنا التي شرحنا فيها الحكم العقلي يجد أننا فصلنا ووضحنا هذه الأمور نراجع مسألة أخرى معرفة الله تعالى هي واجب يعني حكم واجب عقلي أم هو مستحيل كما قلت لك أم هو جائز إذن وضحت لك صح الإجابة صحيحة لأن معرفة الله تعالى واجب عقلي سؤال آخر الجائز العقلي هو ما لا يقبل الوجود أبدا انظر ماذا يقول لك في هذا السؤال الجائز العقلي هو ما لا يقبل الوجود أبدا طبعا هذا السؤال خطأ فالإجابة نكتبها أن هذا تعبير خطأ لماذا التصويب نقول هو الجائز العقلي هو ما يصدق العقل بقابليته للوجود والعدم يعني ممكن يكون موجود وممكن يكون معدوم فهذا يسمى الجائز العقلي مثال كموت فلان أو حياته ممكن إنسان يموت وممكن لا يموت ممكن إنسان يولد وممكن إنسان يعني يموت فهذا يسمى جائز عقلي ننتقل أبنائي وبناتي إلى سؤال آخر اذكر أقسام الحكم العقلي مع التمثيل لكل قسم أقسام الحكم العقلي أحكامه سلاسة إما الوجوب وإما الجواز اللي حيب يقول عليه الجائز يعني الواجب والجائز والمستحيل هذه هي أحكام الحكم العقلي أو أقسام الحكم العقلي زي ما قلنا زمان إن الحكم العقلي ده نوع من ثلاثة في حكم عادي اللي هو يخضع للتجربة وفي حكم شرعي اللي هو جاء من الشريعة الإسلامية وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج على القادر هذا يسمى حكم شرعي لأن الحكم في العموم ثلاث أنواع إما يكون حكما شرعيا يعني أمر الله عز وجل به جاء في الشريعة الإسلامية في كتاب الله أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى حكم شرعي وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج على القادر وجوب الزكاة لمن ملك النصاب هذا يسمى حكم شرعي الأحكام بسميه الأحكام الشرعية اللي إحنا بندرسها في الفقه الإسلامي وهناك حكم آخر من أقسام الحكم عموما يسمى الحكم العادي إيه الحكم العادي ده؟ هو يقبل التجربة هذا يعني الكهرباء عرفنا أن هي يعني مفيدة لما قربناها لو واحد مثلا شرب نوع من أنواع الدواء فشفيا من مرض معين فقربنا هذا الأمر فهذا يسمى حكم عادي قابل للتجربة قابل للبرهان قابل لتطور العلم فهذا يسمى حكم عادي الحكم الثالث هو الحكم العقلي اللي إحنا مختصين به في علم التوحيد وهو الوجوب اللي هي أقسام الوجوب أو الجواز أو الاستحالة إذن هذا السؤال الذي بين أيدينا يقول أقسام الحكم العقلي سلاسة إما الوجوب وإما الجواز وإما الاستحالة نعرف كل قسم أبنائي وبناتي أولا الواجب العقلي هو ما لا يصدق العقل بعدمه ما لا يصدق العقل بعدم يعني العقل ليس ممكن يقول ده شيء معدوم لأنه واجب عقلي ككون الواحد نصف الاثنين الواحد نصف الاثنين ده واجب عقلي حتى لو مجنون يعني ممكن ما يخطأش في هذا الخطأ وكوجود الله تعالى هذا أيضا واجب عقلي هو ما لا يصدق العقل بعدمه طيب المستحيل العقلي أبنائي وبناتي نقول تعريف ونقول مثال كمان لي المستحيل العقلي هو ما لا يصدق العقل بوجوده ككون الولد أكبر من أبيه طبعا ده شيء مستحيل وكوجود شريك لله تعالى وده طبعا مستحيل عقلي طيب نقول كمان التالت النوع التالت والجائز العقلي هو ما يصدق العقل بقابليته للوجود والعدم يعني مرة يكون موجود ومرة يكون معدوم يعني ده شيء جائز كموت فلان حياة فلان إحياء الله تعالى العباد بعد موتهم طبعا هذا جائز وواقع في قدرة الله عز وجل لا يستطيع العقل أن ينكر ذلك أو ينفيه طيب ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل التدريبات وهي ما هي مباحث علم التوحيد اللي احنا قلنا عليها سؤال في الأول مباحث علم التوحيد أبنائي وبناتي سلاسة وهي تتكلم عن الإلهيات اللي احنا ندرسها هذا العام وتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وصفات الله عز وجل أنه صفات نفسية كالوجود وهناك صفات يعني خاصة بأفعاله سبحانه وتعالى وصفاته كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وهناك أيضا صفات معنوية نتدارسها إن شاء الله في الفصل الدراسي الثاني مباحث علم التوحيد الإلهيات والنبوات والسمعيات نقول كمان سؤال اذكر سلاسة من أدلة وجود الله تعالى هنقول ثلاث أدلة يعني سهلين ميسرين ونوضح منهم بعض الأدلة أول دليل على وجود الله عز وجل دليل الخلق أنه جعل العباد هؤلاء وكل الخلق موجودين أمامنا الآن فهذا دليل على أن من خلقهم الله سبحانه وتعالى هذا يسمى دليل الخلق أن الله عز وجل خلق يعني مخلوقات عظيمة وكل يوم أما نشوف مخلوقات جديدة في الكون سواء في عالم البحار أو عالم يعني الفضاء أو عالم الأرض التي لم نكتشف شيء كثير منها فهذا يسمى دليل الخلق أن الله عز وجل يخلق أن الله عز وجل يحيي وأن الله عز وجل يرزق فهذا يسمى دليل الخلق ووضحنا منه أمور كثيرة لتابع أدلة وجود الله عز وجل في حلقة التوحيد الدليل الثاني وهو دليل العناية أو النظام الكوني أن الله عز وجل يعني نظم هذا الكون اللي احنا بقول عليه النظام الكوني أن الله عز وجل نظم هذا الكون الشمس بتشرق في معاد وتغرب في معاد منذ ملايين ملايين السن منذ أن خلقها الله عز وجل تنير هذا الكون وتبث الضياء والحرارة والدفء لهذا الكون فهذا نظام محكم لم تتغيب الشمس ولم تتأخر في شروقها ولا في غروبها وكذلك سطوع القمر وكذلك الليل والنهار وكذلك العالم المحكم من الفضاء والكواكب والمجرات والأقمار والشموس وغير ذلك والنجوم هذا عالم محكم منظم لا يستطيع أن يفعل هذا الكون العظيم إلا إله خالق قهار لمخلوقات سبحانه وتعالى الدليل الثالث وهو يسمى دليل حدوث العالم يعني دليل حدوث العالم يعني العالم مش قديم يعني مالوش أزلي العالم ده في فترة من الزمان خلقه الله عز وجل خلق الله عز وجل الزمان وخلق المكان وخلق هذا العالم بسمائه وأرضه وكواكبه فهذا مخلوق لماذا مخلوق؟ لأنه يفنى كل شوية بنسمع عني مجرى راحت هنا نجم انتهى إنسان عاش إنسان مات هذا يسمى خلق والتجدد في هذا الكون وده مكان كان فيه غابات بعد شوية أصبح مكان صحراء هذا مكان لا يمطر فيه فأصبح يمطر هذا مكان فيه مثلا نهر هذا مكان جف هذا مكان بحيرة هذا مكان بحر هذا يسمى حدوث العالم أن العالم ليس أزلي سابت بل هو يتغير وهو مخلوق خلقه الله عز وجل نحن كمسلمين موحدين بالله عز وجل نقول أن العالم كله من سمائه وأرضه خلقه الله عز وجل وجعله حادثا متجددا ليس أزليا ولا قديما القديم الأزلي الخالق هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد فهذا دليل أيضا على وجود الله عز وجل أن هذا العالم لو كان قديم لخلق نفسه ولكن هذا العالم عالم حديث خلقه الخالق سبحانه وتعالى هذه أدلة بسيطة وسهلة للوصول إلى إزبات وجود الله عز وجل دليل الخلق ودليل حدوث العالم ودليل العناية والنظام الكوني الذي جعله الله سبحانه وتعالى في ملكه وفي خلقه ننتقل لسؤال آخر وهو ما ضد صفة الوجود وما حكم الضد وبما تسمى هذه الصفة مع ذكر دليل من القرآن والعقل إذن نتكلم عن صفة الوجود نقول تعريف لها ضد الوجود العدم طبعا نحن قلنا ضد الوجود صفة نفسية هي صفة الله عز وجل هي ذات الله عز وجل صفة نفسية قائمة بذاته سبحانه وتعالى فهي ذات الله إذن الوجود هو الله عز وجل فضد الوجود هو العدم والعدم مستحيل في حق الله تعالى فوجب له القدم إذن الله عز وجل موجود يستحيل عليه العدم هو قديم أزلي سبحانه وتعالى فوجوده ثابت أزلي وأبدي ولا يقبل الانتفاء أصلا هذا وجود الله عز وجل فطبعا قد سبت بالأدلة السابقة وجود الله أن بعض الأدلة وهذه الصفة ليست شيئا غير ذات الله سبحانه وتعالى فهي تدل على الذات نفسها المتحققة الموجودة ولذلك تسمى صفة نفسية قالك سؤال ما هي الصفة النفسية هي صفة وجود الله عز وجل نقولك من دليل من القرآن قال الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالقوا كل شيء فاعبدوه يبقى هذا دليل من القرآن على إذبات صفة الوجود وطبعا في أدلة كثيرة جدا قول الله سبحانه وتعالى وخالق كل شيء فقدره تقديرا ننتقل لسؤال آخر ما فائدة دراسة علم التوحيد ليه نحن ندرس علم التوحيد في الأزهر وليه هو واجب على كل المكلفين أن يتعلموا هذا العلم لوحدوا الله سبحانه وتعالى ولا ينسبوا لله عز وجل شيئا من الأمور المستحيلة فائدة علم التوحيد أولا معرفة العقائد الإيمانية معرفة صحيحة وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة والعقل أن نعرف الكلام دامنين لازم ندرس هذا العلم عشان نعرف عقائدنا الإيمانية الصحيحة ثانيا القدرة على رد شبهات المشككين في العقيدة الإسلامية لازم تكون عندك قدرة وقادرة على دفاعك عن عقيدتك وقادرة على دفاعك عن ما تعتقد وتؤمن به فهي القدرة على رد شبهات المشككين في العقيدة الإسلامية طب غاية علم التوحيد إيه إحنا عايزين نوصل إيه في علم التوحيد غايته هو الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة طبعا أمور كثيرة نستفيدها من علم التوحيد لكن ده تبسيط وتوضيح لهذه التدريبات التي بين أيدينا طبعا هناك أمور كثيرة وأسئلة كثيرة ولكن أنا أختصر لكم بعض الأسئلة في هذه التدريبات قبل أن نلتقل إلى السيرة النبوية نراجع مع بعض كده ونعمل تدريبات على السيرة النبوية نحط سؤال نقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس هنقول سؤال ونختر له إجابة من الثلاث نقاط التي أمامنا أول سؤال كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم الاثنين في التاسع من ربيع الأول في التاسع من ربيع الآخر في التاسع من شهر رمضان ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة التاسع من ربيع الأول وهي الإجابة الصحيحة نتقل لسؤال آخر أيضا في تدريبات السيرة رحل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه وهو في يعني كان عمره كم سنة من عمري صلى الله عليه وسلم زيارة أخواله في المدينة لهم بني عديد لهم بني من بني النجار أنا قلت لك دول في مراقعتنا للسيرة وتوضحنا للسيرة قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أخواله من بني النجار وأمه سافرت به وهو عمره كان في السادسة من عمره وهو في رجوعه ماتت أمه آمنا بنت واهب رحمها الله طيب نتقل إلى سؤال آخر أكمل ما يأتي مكث مع أمي صلى الله عليه وسلم في يثرب وبينما هي عائدة حط نؤط أدركتها الوفاة في الطريق هي عائدة إلى فين؟ عائدة طبعا إلى مكة هذه هي الإجابة الصحيحة سؤال كمان في السيرة بدأت الدعوة إلى الإسلام نؤط ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حط كمان نؤط بالدعوة بدأت الدعوة إلى الإسلام سرا ثم أمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة أن يجهر بدعوة الإسلام حتى يسمعها كل الناس نقول كمان سؤال أول من استجاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنا هيطلق ثلاثة يعني تحط ثلاث صحابة أول هم من أسلموا بالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا اللي تابع معنا حلقة السيرة يعرف في تدريبتنا أننا قصدنا بها طبعا أم المؤمنين سيدة خديجة رضي الله عنها بنت خويلد هي أول من آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم صديقه أو بكر الصديق ثم ابن عمه عليه ابن أبي طالب هؤلاء الثلاثة هم أول من آمنوا خديجة أول من آمنت من النساء وأوبكر أول من آمن من الرجال وعلي أول من آمن من الصبيان فهم أول من دخلوا في دين الإسلام ضع علامة صح أو علامة خطأ في العبارات القادمة والتالية عليكم أولا سؤال مات عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام وعمر النبي خمسة أعوام طبعا هذه الإجابة خطأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره في هذه الفترة ثماني سنين يبقى توفي عبد المطلب وعمر النبي عليه الصلاة والسلام ثماني سنين سؤال كمان نصح بحيرة الراهب وأن الراهب دل قبل النبي عليه الصلاة والسلام والرسول راح يتجر في الشام مع عمه أبو طالب فهو في الطريق قابل هذا يعني العابد الراهب بحيرة الراهب فنصح بحيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصح عمه أبو طالب أن يرجع بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يدخل به الشام ده كان نصيحة بحيرة أن يخاف عليه بحيرة من اليهود لأن لو اليهود وجد النبي عليه وسلم ببلاد الشام سيعلم أن هذا هو رسول هذه الأمة فممكن يأذوه أو يقتلوه وكانت طبعا الإجابة بتاعتنا صح لأن ذي كانت نصيحة بحيرة الراهن اشتغل النبي عليه الصلاة والسلام بالزراعة هل هذه الإجابة صحيحة لا طبعا هذه خطأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالتجارة صلى الله عليه وسلم نحط كمان سؤال تاني كانت السيدة خديجة بنت خويلد امرأة فقيرة طبعا خطأ لأن السيدة خديجة رضا الله كانت امرأة غنية وكان لها مال وكانت أعضت النبي عليه الصلاة والسلام أموالا وأرسلت معه خادما يسمى ميسرة ليتاجر لها في مالها رضي الله عنها ثم بعد ذلك أعجبت بصدقه وأمانته وورعه وتقواه فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمره خمسة وعشرين سنة كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام لسألين طبعا الإجابة دي حينما اتخطب السيدة خديجة خمسة وعشرين عاما طبعا الإجابة صحيحة نقولك من سؤال في الوحي أول ما بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الله تعالى نبي محمد إلى الناس كافة نعم فهي طبعا إجابة صحيحة وليس النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى العرب كما يقول بعض يعني من لا يعرف دعوة الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس جميعا الإنس والجن العرب والعجم الأحمر والأسود والأبيض كل الناس وما أرسلناك إلا كافة للناس نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمن أن ألقاكم في تدريبات أخرى ومراجعات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا